شكرا للمشاهدة ثم تبدأ بأن الغرب هو من نشر الإرهاب يعني هل كانت أمريكا موجودة حينما كان رسولك يقتل الناس يمينة وشمالا هل ستتهم أمريكا بأنهم هم من قتلوا أحفاد محمد هل ستتهم عائشة بأنها كانت عميلة للسي آي اي ماذا تقول يا هذا صراحة المسلمين أرى فيهم أجبا عجابا ثم يقول أن الإسلام ليست به تعصب أنا أتحداه وأسأله لماذا في إيران الآن مساجين المسيحيون كل جريمتهم أنهم بشروا بالدين المسيحي وهناك قسيس سوف يعدم قريبا فقط لأنه ترك الإسلام وأصبح مسيحيا ثم تتكلم عن التعصب أنت في أمريكا تتكلم عن الإسلام وتبشر في الإسلام ولا قتلوك ولا فضلها ولا شبها لك البس المباشر أنت مسموع يعني حاليا فضل طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنا أتعجب هذه الكم في تربية حساسية فقط حينما وصل إلى إسرائيل هذا كل حال الموضوع الذي أتحدث إليه لا يوجد هناك CIA في وقت رسول الله لكن كان هناك صهاينة وأرى إلى هذا اليوم هناك صهاينة يدافعون عن إسرائيل ويهاجمون إيران ويهاجمون إسرائيل تمتلك مئات من الرؤوس النووية وفي كل يوم تهاجم بلدا عربيا وأنت تسكت عنها أيها الظالم وأما إيران فلا تملك أي رأس نووي وتخافون منها لأنها على حق ولأنها تدعو إلى الإسلام وإلى الوئام على كل حال ولكن أبشرك ببشارة في القرآن قالها الله تعالى وإذا جاء وعد أخراها هناك كرة أخرى لأن الصهاينة هم ظلم الآن وهم يقتلون الأبرياء في فلسطين والعملاء من أمثالك يدافعون عنهم وعن جرائمهم لذلك أقول لك أن القرآن يبشرنا بعودة المسلمين إلى القدس وقريب وإن شاء الله سوف يطرد من أمثالك الصهاينة من القدس الشريفة التي دنسها الصهاينة من أمثالك والأعوان إسرائيل من أمثالك فأبشرك ببشارة بشرنا بها رسول الله محمد من عند الله تعالى في القرآن الكريم سوف يأتي اليوم القريب الذي يدخل فيه المؤمنون إلى القدس ويطرد من أمثالك أمثالك وأمثالك